انظر معي إلى التصميم الرائع لهذا الجناح سبحان المبدع وانظر كيف تقلع هذه الطائرة المدرعة تأمل معي طريقة إقلاع هذه الطائرة التي يعجز البشر عن صنع أو تصميم شبيه لها وتأمل معي هذه الحشرة الغريبة سبحان الذي أعطاها هذا الشكل وهداها لهذه الطريقة في الطيران اليوم أيها الأحبة سنتأمل لنماذج رائعة في عالم هذه الحشرات الصغيرة كيف أعطيت هذا التصميم الإعجازي المحير حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله دعوني أبدأ معكم بهذه الخنفساء الخنفساء البلوط سبحان الله لها هذا الخرطوم انظروا كيف ترفع جزء من أقدامها ثم تفرد جناحيها بطريقة رائعة ولديها أيضا جناحين آخرين لإحداث التوازن أنا أريد اليوم أيها الأحبة أن تتذوقوا معي عظمة الخالق انظروا إلى هذه الخنفساء الثانية أيضا انظروا كيف تفرد جناحيها المخبأين لأن هذين جناحين رقيقان جدا فالله سبحانه وتعالى زودها بجناحين إضافيين قويين ومدرعين لتغطية هذين الجناحين لأنها لا تطير كثيرا إلا عندما تضطر انظروا كيف ترفع رجليها ثم تمارس الطيران بأربعة أجنحة سبحان الله يعني البشر حتى الآن عاجزون تماما عن تصميم ذرة شبيهة بهذه الحشرة يعني انظروا معي هنا إلى هذه الجرادة هذا التصميم الرائع انظر هنا القدم هذا المفصل حير العلماء تصميم المفصل الدقيق جدا يعني هو هنا المقياس بالميكرو متر وليس بالميلي متر أيها الأحبة التصميم هنا بالميكرو متر يعني جزء من الألف من المتر لديها مفصل من أقوى المفاصل في الطبيعة ولديها هذه الأجنحة المصممة بشكل جيد جدا وانظروا إلى طول الأرجل الأرجل الخلفية طويلة جدا لتعطيها دفعة لو لا هذا التصميم المثالي لهذا الجناح والأرجل الخلفية طويلة جدا لتتمكن من دفع نفسها لمسافة عالية وإلا هذين الجناحين لا يكفي يعني انظروا كيف تدفع نفسها هذه الدفعة القوية هي ما يجعلها تطير بسهولة وتقلع وتهبط بسهولة سبحان الله يعني أنا أستغرب من أولئك العلماء الذين يقولون كل شيء جاء بالمصادفة يعني هذا تصميم هذه الحشرات أخي الحبيب موجودة قبل 300 مليون سنة هذه الحشرات لها متحجرات عثروا عليها حديثا عمرها 300 مليون سنة أو ربما أكثر من الذي أعطاها هذا التصميم من الذي خلقها من الذي أعطاها القدرة على القيادة والإقلاع نحن نعلم أن الطائرة إذا حدث فيها خلال بسيط في أحد المحركات أو في نظام التوازن أو في منظومة الحرارة أو غير ذلك فإنها تنهار انظروا هذه بالفطرة منذ أن خلقها الله تقلع انظروا إلى هذا الطول يعني تخيل معي هنا تقريباً 2 سنط ولكن هنا لدي ضعف ضعف المسافة يعني من هنا إلى هنا تقريباً 4 سنط يعني الضعف طول جسم الحشرة سبحان الله سبحان المبدع انظروا هنا طريقة الإقلاع الفريدة هل يمكن للبشر اليوم أن يصمموا لنا حشرة فقط مثل هذه وانظروا إلى هذه الحشرة الجميلة التي أعطاها الله تصميم يشبه أوراق الشجر لأنها ضعيفة جداً هذه حشرة ضعيفة جداً ويمكن افتراسها بسهولة أعطاها الله هذا التصميم لتخفي نفسها بين أوراق الشجر ولكن انظروا إلى طريقة الطيران الرائعة انظر هنا معي أربعة أجنحة كم هذا الجناح دقيق كم هو رقيق جداً انظروا كيف وهو شفاف طبعاً ولكن فعاليته عالية أيضاً هنا الأرجل الخلفية يجب أن تكون بهذا التصميم لكي تتمكن من الطيران وإلا لن تستطيع إتمام عملية الطيران ويعني شيء غريب والله انظروا إلى هذه الحشرة أيضاً هنا كيف تقلع إقلاعاً رأسياً مثل الصاروخ يعني سبحان الله يعني الإنسان يعجب من هذه الحشرات كيف تمكنت من هذه القوة الهائلة في الطيران كيف أن هذين الجناحين يحملان الجسم الثقيل قياساً لهذه الأجنحة الرقيقة طبعاً هذا الجناح رقيق جداً هنا أيها الأحبة وبالتالي التصميم يجب أن يكون معجزاً حتى تتمكن هذه الحشرات من الطيران طبعاً هنا أيها الأحبة يمكن أن نقول إن نظرية التطور تقف عاجزة أمام إعطاء تفسير منطقي لهذا التصميم لماذا؟ لأن نظرية التطور تقول إن الكائنات بدأت بخلية واحدة ثم هذه الخلية تطورت إلى خلايا متعددة وكل هذا بالصدفة طبعاً وهذه الخلايا المتعددة أيضاً تطورت إلى مخلوقات مثل الأسماك وكذا وتم تصميم الدماغ وتم تصميم حاسة البصر الأعين والأرجل والكذا والجهاز هضمي هذا مخلوق فيه كل مقومات الحياة وتم تصميم الدماغ وتم وضع البرامج اللازمة المناسبة لضمان أن هذه الحشرات تطير بنجاح لأن الحشرات هي من أنجح المخلوقات على كوكب الأرض على فكرة الحشرات هي أنجح كائنات على كوكب الأرض انظروا معي هنا إلى إلى هذا التصميم طيب هذا التصميم من أين جاء يعني يعني كيف نتج نريد أن نفهم يقول لك هناك عبر عمليات التكاثر تحدث أخطاء في النسخ هذه الأخطاء أدت يعني تسمى طفرات ميوتيشنز هذه الأخطاء أدت إلى حدوث هذا الإبداع الإلهي كلام عبثي ثم أنظر معي هنا إلى هذا الجناح الصغير مثل جيروسكوب يعمل على توازن الكائن هذا طبعا ضروري جدا إذا تم نزعه ستفشل عملية الطيران أنظر معي هنا كيف يحرك هذين الجناحين الصغيرين ليضمن التوازن أنظر هنا أخي الحبيب هذه الصورة رائعة جدا أنا دعوني أكبر فقط هذه الصورة لأنها فعلا آية من آيات الله هذه آية من آيات الخالق عز وجل أنظر معي هنا سأعيد أنظر معي أخي الحبيب أنظر هنا إلى هذين الجناحين الصغيرين كيف يوازنان بشكل رائع عملية الطيران كيف يتم موازنة عملية الطيران وهذين الجناحين الصغيرين موجودان في في معظم الكائنات هذه التي تطير مثل الذبابة وغيرها والبعوضة وغيرها من الحشرات هذان الجناحان الصغيران مثل المجاديف يعملان مثل المجداف لضمان توازن الكائن أثناء طيراني من الذي خلق من الذي خلق هذا الجيروسكوب المتطور هذا هو هنا يوهل أحبا من الذي أعطاه هذا التصميم وكيف تتمكن هذه الحشرة ما هي البرامج الموجودة في دماغها التي تمكنها من التحكم بحركة الأجنحة وحركة هذين الموازنين مثل المجداف سبحان الله يعني انظروا معي شيء فعلا يبهر الإنسان انظروا هنا هذا ال كما نرى أمامنا طيب بالله عليكم من الذي أعطى هذا التصميم لهذه الكائنات الفريدة انظروا إلى هذه الحشرة الشوكية هذه الأشواك ضرورية للدفاع عن نفسها وهذا تصميم فريد لها انظروا هذا التصميم فريد لها على رغم من ذلك بجناحين قصيرين نسبيا وأرجل قصيرة تتمكن من الطيران بكل سهولة وكل هدوء وتحمد ربها بالله عليكم أحبتي في الله الذي يرى مثل هذه الدقة منذ أكثر من ثلاثمائة مليون سنة موجودة على الأرض وتطير وتمارس نشاطها وتتكاثر طيب كيف تقولون إن هذا الكون وجد نتيجة أخطاء في النسخ يعني تخيل أنا عندي مثلا كتاب وطبعت منه ملايين النسخ فنتجة الأخطاء التي تحدث بعد مثلا ملايين السنين نتج لدي كتاب مثلا متطور فيه اختراعات وفيه إبداعات لا يمكن الأخطاء دائما تؤدي لتدمير الكائن هذا الكائن عندما يتكاثر إذا حدثت أخطاء كثيرة في النسخ عمليات التكاثر والنسخ سيؤدي إلى كائن فاشل مشوه وليس إلى هذا الإبداع الذي نراه أمامنا لذلك أيها الأحبة أنا أعتقد أو أعتبر وأستيقن أن مثل هذا الإبداع انظروا إلى الأشواك هنا أيها الأحبة انظروا إلى هذه الأرجل وهذه النهايات مثل الخطاف ضرورية هذه من أجل الإقلاع تصميم مثالي حتى الأعين حتى قرون الاستشعار هذه حتى هذا الخرطوم حتى يعني كل شيء معجز في هذه الحشرة الصغيرة التي يعني هكذا حجمها هكذا تصور أخي الحبيب وتعمل بكفاءة عالية عبر ملايين السنين من الذي علمها ومن الذي أعطاها هذا التصميم إنه الله سبحانه وتعالى الذي قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق